العين تقدم يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لها آفاق صحية للدكتور وليد فتاحي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي المجتمعين والمجتمعات رحب بكم حديثنا اليوم معكم عن موضوع رائع جميل ويخفى على كثير من الناس الموضوع اسمه الذكاء العاطفي حتى مؤخرا قبل عشرين سنة كنا دائما نعتقد الذكاء في حاجة يسمى الـ IQ اللي هو يسموه اختبار الذكاء ونعتقد أن هذا الاختبار هو أهم شيء موجود عشان يحدد مدى ذكاء الإنسان وجدنا أن هناك نوع مختلف من الذكاء يسمى الذكاء العاطفي وهذا الذكاء العاطفي يعني يساهم بأكثر من 80% في نجاح الإنسان فقط 20% لعلاقة بالذكاء التقليدي اللي يسموه الـ IQ اللي فيه اختبارات ما هو الذكاء العاطفي ده؟ الذكاء العاطفي حدده فيه خمسة أشياء رئيسية الأولى قدرة الإنسان أو الشخص على معرفة ومفهم مشاعره الخاصة يعني استطيع يراقب مشاعره النفسية يفهمها فيهم دقيق أثناء حدوثها وبعد حدوثها الثانية القدرة على السيطرة والتحكم في المشاعر النفسية يتحكم فيه مشاعره لما تسير فيه صراعات معينة ما يدخل فيه حرب نفسية أنا داماً أسميه هذا فهناك فيه أناس متصالحين مع أنفسهم أناس داماً أقول رجل فيه رجال متشاكسون تجد الشخص في داخله وأصلاً تركته الحاله ممكن هو يضرب مع نفسه ولذلك حتى في اختياري الآن مع الناس سواء أطباء أو عاملين معايا في المستشفى أختار الناس اللي هم متصالحين مع أنفسهم وفيه طريقة معينة تعرف الشخص هذا متصالح مع نفسه أو في صراع داخلي النقطة الثالثة القدرة على حفز النفس على العمل يعني معنى آخر إنسان يستطيع يقدم العمل ويأخر الراحة كان فيه اختبار بسيط جداً يعملوه زمان يسألوا الطفل يقوله لما تاكل الكيكة إيش جزء من الكيكة اللي تحبه إذا قال لك أنا أحب الطبقة الخارجية يسألوا السؤال الثاني يقوله تبدأ بأي شيء لما تاكل الكيكة تاكل الطبقة اللي هي الخارجية تحبها ولا تاكل الداخلية إذا كان الطفل قال لك لا أنا أكل الشيء اللي حبه أول هذا عنده مشكلة يسموه علم النفس delayed gratification معناه عنده مشكلة ما يقدر يأخر الشيء الكويس إذا قال لك لا أنا أكل الشيء اللي ما حبه أول عشان أخلي الشيء اللي حبه في الأخير هذا عنده قدرة أنه يؤخر ما يسمى به الريورد أو يسمى المكافأة هذا الشخص عنده عوامل النجاح لأنه في المستقبل سيكون في مواقف كثيرة سيقدم الراحة على التعب أو التعب على الراحة سيقدم الدراسة على الإجازة أو الإجازة على الدراسة وهكذا النقطة الرابعة القدرة على ملاحظة وفهم وإدراك العواطف والمشاعر الإنسانية لدى الآخرين القدرة على العطف والتعاطف يلتقط ويلاحظ التغييرات الاجتماعية البسيطة في الناس اللي حولوا إيش احتياجته والنفسية والخامسة القدرة على التعامل مع العلاقات الشخصية والتحكم فيها يعني التحكم في مشاعر الآخرين من خلال فهم مشاعرهم والتعامل معها طيب هذه الخمسة الأشياء تؤدي من يسمى الذكاء العاطفي موضوعنا الرئيسي هنا مش هذا الموضوع الموضوع الشيء الخطير أنه أشياء الألهامة جدة هذه تكون في الخمس سنوات الأولى للطفل خمس سنوات الأولى للطفل كل هذه الأمور تتكون عنده كان في عبارة عن غدة في الدماغ ما كنا عارفين إيش بتعمل إسمها الأميكدلا صامتة وكنا نظن ليس لها عمل اكتشفنا أنه هذه الغدة اللي هي تكون أكبر ما تكون في السنوات الأولى تعمل كأنها كاميرا بتصور أو فيديو بيصور كل شيء تقع عيناء الطفل عليه ويسمعوا لكن إيش تعمل لما تصوروا تنسخوا داخليا بطريقة يصبحوا المرجعية النفسية للطفل حق اليوم اللي هيصير الرجل حق البكرة أو الطفلة حق اليوم اللي هيصير المرأة في المستقبل هذه الكاميرا عشان نبتاخد كل شيء زي ما هو بدون ما يكون الطفل له قدر أن يعمله فيلترينج لما يفهم هذه تؤسس وتؤصل مجموعة دروس عاطفية تبقى مدى حياته كمرجعية قوية وثابتة وراسخة للتعامل مع محيطه ومع البشر من حوله في منتهى الخطورة تخزن في الدماغ في مرحلة مبكرة مبكرة من العمر بطريقة بدائية عشان كده الإنسان بعض الأحيان يكون لموقف معين يكون سائق سيارته فجأة واحد يدخل عليه يلاقي نفسه ممكن يطلع من السيارة ويتصرر بطريقة شوية عنيفة ثم يعود مرة تانية وتساءل من كان هذا الإنسان هذا مش أنا أنا مو طبيعة تدعي أكون عصبي سر له ما يسمى بي brain hijack أو اختطاف العقل اللي حصل أنه الدماغ ما عنده فرصة عشان ياخد وقته في التفكير فسر له اختطاف العقل ورجعت الأميكدلا أو الفيديو أو الكاميرا أو المرجعية النفسية هي اللي تحكمت لأنه قد يكون في حياته في أول خمس سنوات في حياته شاف منظر لقريب لوالده عمه تصرف بطريقة عنيفة فبقيت هذه كبرجعية وخرجت فجأة عليه عندما كان في موقف يستدعي منه أن نتصرف بطريقة سريعة ما أخذ وقته ولذلك كان لابد لنا الدرس الحقيقي هو أطفالنا أمانة بين أيدينا خلوا بالكم إذا ما أدركنا ذلك وعاملنا الطفل أنه إنسان جاهل الطفل غير جاهل الطفل يملك ويفهم آلاف الكلمات قبل أن يصل الخامسة من عمره لكن ما يقدر يعبر عنها الوالد والوالدة هم مرآة هذا الطفل أنتبوا يا جماعة كل شيء تقوم في حياتكم ترى الطفل بيشوفه وبيسجل وهذا يؤدي أن يصبح المرجعية النفسية والعاطفية لمدى عمره فإذا أردتم أن تصنعوا الرجل الكامل فعليكم أنتم أن تنتبهوا لكل ما تقوم به في حياتكم كل شيء حركة لمسة همسة تصرف أن تبه لأن الكاميرا شغالة وأطفالكم برقبوكم وأنتم تبنوهم أو تهدموهم بأفعالكم وبأعمالكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لتلك الأمانة التي أكرمنا الله بها مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com الهندسة الصوتية محسن الطرزي لما أحسنت بالله ظنّى أحسنت بالله ظنّى ترجمة نانسي قنقر